السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله جماعة النهاردة في الدرس العاشر هنبتدي نتكلم عن مجموعة من الأوامر ومجموعة من الأشياء في الفوتوشوب وهتكون الدرس دوت هو عبارة عن الحلقة الأخيرة في موضوع الأساسيات الخاصة بالفوتوشوب وإن شاء الله يبتداء من الدرس اللي جاي هنبتدي نتكلم عن مشاريع ناخد مشروع كامل على بعضية عشان نفعل المعلومات اللي احنا تعلمناها في الأساسيات ونبتدي نشتغلها بشكل عملي وبشكل أفضل إن شاء الله الهدف من الدرس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أمر التراجع اللي هو الاندو أو نفذ التاريخ العملية اللي احنا سميها الهيستوري وإزاي يتحكم في عدد الهيستوري دوت وإزاي كمان نحنا نستخدم لوحة مفتيح فإن نحنا نعمل التراجع أكثر من مرة هنتكلم عن الأشكال الفيكتور يعني هي فيكتور شيبس ونتكلم يعني الأشكال النقاطية وهي البيكسل شيبس وهتكلم عن حاجة اسمها الـ Smart Object طبعاً المواضيع دي يا جماعة مش مجارب بس إن احنا نتكلم فيها تلميحات وخلاص هي مواضيع كبيرة لكن هي احنا بس نحاول نتعرف إن الحاجات دي موجودة في Photoshop وإن احنا ممكن نستخدمها كمان عندك فيه حاجة اسمها أنماط الخلط اللي هو الـ Blending Mode وفيه عندك حاجة اسمها الأنماط بتاع الطبقات اللي احنا نسميها Layer Styles أو FX نرى بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح الفوتوشوب طبعاً همجهز ملفة عشان هبتدي أشتغل عليه هاجيب الـ Layers عندي تمام وفعل الاختيار بتاع Auto Select عشان بس أقدر أختار اللي انا شغال عليها تمام كده تمام دلوقتي لو أنا مثلاً جيت على أي layer ولأكن layer دي اللي هي بتاعت الترس دا اللي هو الشكل اللي هوت وجيت عملت عليه أي تغيير مثلاً كبرت الحجم بتاعه عن طريق Ctrl مع T وكبرت الحجم بتاعه مثلاً بهذا الشكل ضغط Enter دلوقتي أنا عملت عملية لو أنا حبيت تراجع عنها فعندي Ctrl و Z تمام بتعمل تراجع تمام ولو أنت مطبق أكتراً من عملية تستطيع أن أنت تستخدم حاجة اسمه Ctrl مع Alt مع Z Ctrl و Alt و Z يعمل لك أكتر من إيه من تراجع تمام كده تمام طيب في نافذة بيبقى متخزن فيها الأوامر يعني مثلاً أنا حركت مثلاً الشكل دو جبت مثلاً في الحتة دي بهذا الشكل مثلاً ومسكت الترس ده جبته هنا مثلاً ومسكت الترس ده جبته في المكان دوت وكبرت مثلاً الترس ده بهذا الشكل ففي كذا حاجة حصلت يبقى في كذا إيه في كذا عمر أنا في عندي نافذة اسمه نافذة الهيستوري نافذة الهيستوري بتخزيلك الأوامر اللي حصلت لو أنت ضغطت على الزرار ديت هتطلع لك نافذة الهيستوري أو لو مش موجود عندك هنا في الزراير بتيجي انت في الويندو وتدور على الهيستوري في دبن النوع ستلاقي موجودة هنا اللي هي الهيستوري يعني أنا مش متفعيلة مش موجودة هنا أساساً واخر بالك بتجي في الويندو وتختار ايه هيستوري تظهر معاك شايفين كل الأوامر اللي أنا اشتغلت عليها موجودة طيب الأوامر دي أنا ممكن أحددها يعني أحدد كم أمر تخزي في الهيستوري ده ازاي لو أنا جيت هنا في الهيديت هتلاقي فيه عندك البرفرنس وفي البرفرنس فيه حاجة اسمها البرفورمانس هتلاقي في البرفورمانس هنا بيقولك أنت عاوز كم خطوة تتسجل فيه في الهيستوري هتلاقي فيه عندك هنا 20 خطوة فأنت ممكن تخليهم 10 ممكن تخليهم 15 ممكن تخليهم 50 بس لاحظ لو أنت خليت الهيستوري ستيتوس ده أو عدد الخطوات اللي أنت هتخزينها كبير معناه أن هو يتقل على الزاكرة بتاعت الجهاز 20 يكون كويس شايفين كده ممكن تراجع عن الخطوة الموف الثانية الموف الثالثة دي سيلكت تمام الماجيك ويند هتلاقي أساسا واخب بلق وهك أساس تمام فدي نفيزة الهيستوري ممكن تختص كنترول والت وزد ترجعك على الخطوة واحد وراء الثانية فنخلينا عند الخطوة نفيزة الهيستوري الثانية نتعرف عليها اليوم سنرى الأشكال فيكتور والنقاطية والبيكسل والأشكال سمارت ارت الفيكتور يعني مرسومة بالمسارات لكي تختصر الكلام ولما تيجي تتكبر الشكل الفيكتور واخب لك لا يتقصر ساعة التكبير أبسط مثال على الموضوع أن تجيب شاب من هنا شاب أي شاب من الأشكال المجودي الشكل الأساس يترسم مرسومة عن مصار متعب في لون أو أنه أساسا مصار أساس مثل أشكال EBS أو EI التي يأتي عن Trilada بلستوري فنأخذ الشكل ونرسم هنا مثلا شايفين الشكل تترسم لون أحمر بالشكل أحمر شايفين الشكل أساسا لما كبرت عليه زوم ستلاحظ أنه عبارة عن مصار متعب بلون حسنا لو كبرت Ctrl T كبرت بلون هذا الشكل لاحظ أنه مهما أكبر في الشكل لن يتأثر الشكل نفسه من ناحية الدقة من ناحية الريزليوشن من ناحية أنه ما يكسل شي مهما عملت في تكبير يحتفظ بالضقة وده الفرق ما بين الشكل والشكل اللي هو بيكسل إذا كبرت مثلا الترس وهو الترس وكبرت Ctrl T كبرت بهذا الشكل عندما أكبر الحد ستظهر بيكسل ستظهر بيكسل بيكسل أو بيكسل أو بيكسل هذا الشكل ليس شكل أساسا عبارة عن صورة نقاطية بيكسل بيكسل أو بيكسل 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 فلو كبرتها بيبان بعد فترة معينة لو فيكسل موجودة عندي لو كبرت فيما أكبر ليس بيكسل أو بيكسل بالفرقة ما يمكن انضع الموجودة ستغلال اختار الكلام واختار موجود مقاطية الكلام هناك علامة صغيرة بحيث الشكل يمكن ان تحرر في المستقل الكلام وماركد تجمز و opportun الكلام وبعد ان تخلص تسايف الكلام ده ويرجع الـ Smart Object الـ Smart Object من الميزات اللي فيه انه لو انت فيه عندك شكلين شكلي زي كده وشكل تاني زي كده وانت يعني صغرتهم وكبرتهم تمام؟ هبسط تلاقي الـ Smart Object بيحتفظ بالـ Resolution برضه زي وزي فيكتور شيبل تمام؟ عما هذا الشكل لو انت كبرت وصغرته ممكن ما احتفظ بالـ Resolution بتاعه او تضيع النقاة بتاع الصورة بتاعته وفي الحالة ديت هيكون عندي مشكلة فين في الصورة لماذا انا باستخدم الـ Vector Sheep ولماذا باستخدم الـ Smart Object الـ Smart Object فيه ميزات كتيرة بس مشكلة انه يتقل الملف بيخلي حاجب ملف كبير فهو يأثر عمار بتاعتك الـ Vector Sheep بيكون اقل من الـ Smart Object في التعديل لانه وصل الـ Smart Object هتقدر تعدله في الملف هنا لكن الـ Vector Sheep هتقدر تعدله الا على برنامج يعني يستخدم المسارات زي اللي نسترده تمام؟ طيب بالنسبة لـ Pixel Sheep برضه هممكن استخدامها يعني انت زلقت خلاص في الصور لا يوجد حاجب ملف كبير فهو يستخدم صور برنامج بس تحاول بقدر امكان ان الشكل بتاع الصورة اللي عندك دوت ما يكونش فيه مشكلة في الـ Resolution تمام؟ طيب ده الفرق ما بين جماعة الـ Vector ما بين الـ Smart Object وما بين الـ Pixel Sheep طيب لو انت عندك صورة وانت عاوز تخليها مثلا بيكسل يعني عاوز صورة نقطية هتعمل ايه؟ بتيجع على الصورة دي مثلا انا عندي الصورة بتاعت الولد دوت انا حاولتها الـ Smart Object ممكن نعمل لك كمين كده جماعة واختار حاجة اسمها الـ Restrice لو اضعت Restrice Layer معنى كده النصور دي اصبح الصورة ايه؟ نقطية او الشكل دي اصبح نقطي تعال مرضو هنا على الشكل بتاع الفروع ديت لو انا عملت على كمين واختارت Restrice Layer اصبح دوقتي ما اصبح فيكتورشيب اصبح بيكسل شيب يعني اصبح شكل نقطي ايه نقطي يبقى انت ممكن تحول شكل الـ Smart Object عن طريق كمين وتختار حاجة اسمها الـ Convert to Smart Object وممكن تحول الشكل اللي هو مثلا فيكتورشيب وممكن تحول مثلا اي صورة تخليها صورة نقطية عن طريق كمين وتختار حاجة اسمها الـ Restrice لو متاح طبعا الامر لو مش متاح طبعا خلاص انت كده ايه؟ مش هتقدر تعمل تمام؟ خلينا في الـ لا لو مش متاح برضو خلينا في الـ Smart Object لو عملتك كمين اختار الـ Restrice سيبتدي يزبط لي الشكل على اساس نوع صورة ايه نقطة تمام؟ طيب ده الفرق ما بين الـ أشكال فيكتور والأشكال نقطية والـ Pixel وأشكال Smart Object سيبتدي اختار حاجة اسم أمات الخلط وأمات الخلط ما بتظهرش الـ Blending Mode ما بتظهرش انت عندك طبعتين خلي بلكم طبعتين دولا طبعتين دولا طبعتين دولا والطبعتين دولا لحظة طبعتين دولا فوق بعضين لو انا جيت على الطبعتين دولا ستجد هنا حاجة اسمها نورمال يعني طبيعي دولا يعني فيه كده حاجات مش هشارك كده حوالي دوركن بص كده دوركن لو انت قلبت عليهم طبعا هتعرف الفرق يعني Multiply Color Burn Linear Burn هتلاقي فيه عندك Dark Color هتلاقي فيه عندك Lighting هتلاقي فيه عندك سكين وهكذا يعني افضل شيء ان انت وانت شغلت انت تريد تقلب عليهم وتشوف Branding Mode اللي هو حيشتغل معاك كويس بالنسبة للشكل وانت شغل طيب ايه الفايدة ايه طبعا انت ممكن تخلق طبعات فوق بعضيها وتزبطها فوق بعض على حسب ما ايه ترقى لك تمام كده وبالضافة كمان ال Branding Mode انت ممكن تلعب في الوباستي وتدي النتيجة اللي انت ايه عاوز عليكم اسمها على حسب ما انت ايه على حسب ما انت عاوز يبقى انت عندك نظم الخلط اللي هي Branding Mode وعندك اللي باستي بس لازم تكون طبعا فوق طباقة علشان تقدر تجرب الكلام ده مع بعضي طيب هنيجي بعد كده في حاجة اسمها انماط الطبقات اللي هي Layer Style انماط الطبقات هنجي نشوفتها قبل كده بس تعال اناعمل اي شكل ولا كون شكل مثلا زي شكل اناعمل هذا اناعمل هذا اناعمل اناعمل خطر لا افعل ناخذ اناعمل مثلا هذا واناعمل نحن نضب هناخذ اللون بس لازم والدع اناعمل واناعمل نرسم بس لازم هذا الشكل وهذا لازم وهذا يعلم و المستخدمة ، مفتوحة خطوقة من ذلك ، سوف تجدها الكثير من المستخدمة في الأسراط من البتار من البرد تغير التقوير من الأسراط المستخدمة الباب أو الثعل ظل و تقوم بإثبياء المستخدم والذل بتاعك هيكون عاملة ازاي الصيز بتعزل هيكون كبير ولا صغير على حسن ما انت عاوز فنخلي وصل دستانس بحاجة زي كتا اصلا الاتجاه بتعزل عاوزوا فان اتجاه وهكذا ممكن طبعا يكون الاتجاه بتعزل يؤثر على كل حاجة موجودة عندك وممكن بس ان انت يؤثر على الشكل ده فقط ليس إلا على حسن ما انت عاوز اصلا فيه كمان من ضمن الاسطالات الموجودة فيه عندك ممكن ناخد جدا ونزبط مثلا فيه بعد كده في البيفلاند امبوس اللي احنا شفناه بكده برده ممكن نحدد الصيز بتاع الصيز بتاعي هل هو مثلا اوتر هل هو مثلا انر هل هو مثلا امبوس هل هو مثلا بلو امبوس هل هو مثلا بلو امبوس هل هو مثلا استروك امبوس وهكذا هل هو مثلا بلو امبوس هل هو بالشكل دوت ونزبط بالشكل على جد على حسب ما نقدر وليكن بالشكل كده انا عملت تأثير على ليه المهم انت عندك بقى مؤسرات للصبح يعني انت ممكن ان ترى المربع الحوار تطلع مؤسرت زي ما انت عاوز زي ما انت عاوز وفي عفاكة جماعة برضو في اكس جهزة يعني في ستايلز انت ممكن تعملها وفي ستايلز انت ممكن تحميلها برضو من الانترنت وتشتغل بها على حسن انت تقدر عن طريق الساهم دوت عن طريق الساهم دوت وتختار برضو انت اللود ستايلز اللي هي الموجودة تزاودة عندك لوانت عاوز تيكستيفيكتس بعد ان موجود تيكستيفيكتس سيأخبرك ببنت اخبره سيقوم بطريق السايلز لو انت عاوز حاجة خاصة بالويب ستايلز هنختار Hayati يبتسط على البيب هذا الموجود كل هذه عبارة عن مؤثر بس انت تختار الطبقة هنا تبتسط على تجرب كما انت تعرض لسايلز زي كده زي كده زي كده شاهزين كل تأثير يبان عندك من تأسات الموجودة ديت ويديك شكل طبعا شكل يعني روعة افضل من قبله واحكاس فانت ممكن تعمل انت اشكال زي ما انت عاوز وممكن تزبط انت اشكال برضو من الفيكس ديت زي ما انت عاوز وبكده اكون انا هنا الحلقة النهاردة واتمنى نكون استفدته وان شاء الله من الدرس القادم هنبتدي نشتغل في دروس عملية في الفوتوشوب هناخد مثلا موضوع ونحاول نركز عليه لحد ما نوصل معاه لحاجة معين يعني هنحاول مثلا نركز على تصميم الكروت هنحاول نركز على تصميم البروشور هنحاول نركز على تصميم الستاند هنحاول نركز على تصميم صفحة ويب هنحاول نركز على تصميم مطوية هنحاول نركز على تصميمات متعددة اهم حاجة تابعونا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته